موسيقى الأطفال كنعرفوه على أن المشاعر أحاسيس متنوعة بالفرح السعادة القلاق الخوف كتخلينا على أننا نفهمو الشعور دي الأخر اليوم من خلال التربية الإيجابية نبغي نفهمو الأهمية دي التعليم الطفل دينا هالتعبير على المشاعر على العواطف دياله هذا الموضوع لسناء في غاية الأهمية حتى بزاف دي الأباء مشاعر الأباء وإنما الأشخاص عامة ما تيردوش لبل هاد المشاعر بالأخص المشاعر ديالنا احنا كأشخاص ولا كأباء قبل ما نردو البال ديال ولداتنا مشاعر أطفال احنا كأشخاص تبيلنا بأننا ما سنعرفوش نعبرو على المشاعر ديالنا كتسول شي واحد كتقول له مالكة الصباح؟ تيجاوبك ما نعرف الساعة طولة ايه الساعة طولة ولكن مالك والو ما كيعرفش يعبر على شنو عندو ما عندناش الراسيد اللغاوي ولا الكلمات باش نتواصلوا بيهم مع الناس ذكرتها لسنا المشاعر الأساسية المعروفة كان مشاعر واحدة أخرى ولكن هدو هم الأساسيين كان الفراح الحزن الغضب الخوف وهدو المشاعر ما هي إلا جواب ديال العقل ديالنا ولا ديال جسم ديالنا على شي حادث ولا على شي حالة بحال ده با الخوف في حالة خطر ولا الفرح في حالة تشجيع ولا الحزم اللي كانت لقى بشي خبر ما مزيانش الغضب من اللي كتشوف شي واحد كيتضلم قدامك مثلا هدو كل هم حالات اللي كان عبروا على المشاعر ديالنا فيهم هما بنفسهم وسيلة شخيصية باش نفاهموا أنفسنا صحيح كيقدمو لنا واحد المعلومات جيد مهمة على نفسنا ولا شنون اللي داير بينا من اللي كانت تعلم نسمع الأحاسيس ديالي وكانت تعلم نوضع عليها واحد الاسم هنا كانمشي في الخطوة اللولة فارلاجستيون ديز اموسيون يعني هذا كيعني بأنه ممكن إلى ما عبرناش عن المشاعر ديالنا خاصة الغضب والحزن والخوف بشكل صحيح كيمكن تحولوا هدو المشاعر إلى أحاسيس سلبية ويمكن لها تأثر علينا في الحياة ديالنا إذا نحترم المشاعر ديالي نشخصها نحط عليها واحد الاسم هذا كيعوني باش نفهم راسي وشنو كنعيش في ذاك اللحظة بعد المرات كيقدر شي أب قاطع مع ولدو الشانطي وطلق له من يدو وهرب هدي يمشي للجهة الخطوة ويعطيه واحد القتلى ديالي ودباشنو بيين طفل ديالو تيقول بابا راغضبان وورا الخلعة ديالو اللي تحولت له هاكا ما معرفش يعبر عليها بطريقة صحيحة دونك هد الأمر خصنا نتعلمولو احنا بعد كآباء ونعلموه لوليداتنا ونوصلوه لوليداتنا فعلا واخا كوتش لاسمحتي كيفاش نساعدو الطفل على التعبير على المشاعر ديالو بطريقة صحيحة هنا غادي نبدأ بواحد المسألة مهمة هي نعاونوهم باشي عبروا على الأحاسيس بعد ديالو قبل ما نشوفوا الطريقة صحيحة نعاونوهم غير باشي عبروا على الأحاسيس ديالو أولا بتعبير نحنا على المشاعر ديالو نحن كيف تنقلوها في كل حلقة بأن نحنا قدوة نعلمهم بكلمات أنا مني ندخل مع الصباح للدار خصني نقول بأنني أنا راني اليوم شوية تعبعنا شوية مع الصباح خصني يكون عندي هادلو لانغاش دائما تنتكلم بي في الدار أنا فرحانة أنا هادئ أنا هكا يعني بكلمات نعبرو بالكلام يعني باشي العبرو بالكلام يفهم يولي فهم متلا الأب إذا دخل من الدار واش مقلق واش فرحان يولي حتى هو كيقرأ وخفصين صغيرتي يولي يقرأ الأب ديالو والأم ديالو يبل كلمات ولا بنسبة الوليدة الصغار ما تحرفوش يعبرو بالكلمات دونك كيمكننا عنا واحد طريقة داكية ديال تابلو ديالي زيموتيكون ديالي زيموتيكون ديالي زيموتيكون حالي كنخدمو به هادوك عنا ديزيموتيكون تيكونوا في واحد له تابلو كيمكننا نطبعوهم من الدارنت وكان جي وكانتقول لطفل ديالك ودابا أجي يقول لينت دابا باش كتحس باش كتحس كيفاش كنسميه احنا لاميتيو ايا كيبا واش حالة الطقس ديال طفل واش مقلق واش واش كيف حاك واش عندو قليبات يعني راه فرحان تيحب مامتي حبابتي دونك هاد الطريقة هادية الوليدة تصار مزيانة ولكن المراهقين الأكبر بالكلمات بالكلمات لس محتاكوتش يعني كتطور المشاعر ديال طفل على حسب السين ديالو هي مشاعر بصح كتطور على حسب السين هي كتبقى هي ما تتبتلش غير هو تعبر تعبير اللي كيتبتل تتطور المرحلة لمرحلة لمرحلة هاد شي اللي تكلمنا عليها لسنة دابا كي خلينا نستنجو أهمية الاحترام اللي هو من أهم أصوص تربية الإيجابية واحترام ديالاش احترام بنفسي ديال المشاعر ديالي واحترام ديال المشاعر ديال الطفل أول حاجة ممنوعة في التواصل والنيقش مع الطفل ديالي هي استنكار وتجاهل مشاعر دياله هادي ما مسموحاش نهائيا في الترابي هادي عكس تربية الإيجابية هادي عكس تربية الإيجابية يعني من اللي طفل ديالي يجيبك يعني يقولك أنا رأى متلية القطة ديالي تقول له وعدك غير قط شي مشكلة ما استقبلتش استنكرات ما يعني ما عليكش الحق تحس بهد بعض الوالدين لك عن قلة معرفة ولا يعني كانوا يعني شغورين بحاجة أخرى ولكن صح كين واحد مثل مثل واحد آخر هو مني تيجي تيقول لك أنا راني عيان احنا تنقدرون نجاوبه لنت ماشي عيان فكيت بوحيت وكيتفشش هادا استنكر المشاعر ديال الطفل كي كنت نكون تمشى أنا والطفل ديالي في الزنقة وداز حدها واحد الكلب وقبط فيه وغوط واحد الغوطة واشتها هادا يخافوا منه الناس رأى غير كلب تمشى رأى ما يمكنش ما يمكنش كان يعني كان طحف واحد الحالات بحال هكا بحال ده بغاد يجي يشكي عليك يقول لك ولا يكون طاح تقصح ودش راح في الركبة ديالو يا راما مارا تقصح تقولوا وصح في سيباق غاب نود راك راجل رجال ميت بكي وش ما كان خليمش يعبروا على المشاعر ديالهم ما يمكنش ما يمكنش نبقاوا ماشيين على هات طريقة هاتي لانو أدو أحاسيس طبيعية في الفترة ديالنا ولكن احنا عند باننا رأى إلا قصحنا معاهم في الجواب ديالنا رأى كتقويلوا كتقويلوا شخصية ديالو ولا ميمكنش رأى تقويلوا عنده واحد الأحاسيس اللي كي عبر لك عليها وتيقول لك اسمع الأحاسيس ديالي مش اسمع شنو تنقول تكلمتيلي على العبارات الصحيحة اللي ممكننا نساعدوا بها الطفل باش لانو كيفما هادو كلهم تكرتي عدو أمتلاع سلبية اللي خطنا نتفاداوها في حين انه كين عبارات اللي هي إيجابية للي كتساعد الطفل على التلميات ديالي القدرات دياله اللي غادي تساعده حتفل مراحل لانو كيفما الخاصة اللي فهمنا معاك كوتش اسمع هو انه في تربية الإيجابية الخاصية ديالها اللي كتمييزها وانه كان خدمه على الانية يعني في تربية الطفل واحتفل المستقبل كناشئة كيفاش انه غادي يفيد نفسه ويفيد المشتمع من بعد معلوم معلوم لغ أول حاجة هنا غادي تساعد الطفل هي من اللي عبر على شي حاجة كيف ممكن نسمع له وما نستنكرش الأحاسيس دياله كيف قلنا بالعكس جو في فاليد الاموسيون دياله وشني يفاليد الاموسيون هي غادي نبيل له بأنني فهم دكشي اللي كي حسبي ولا بعد المرات حاسة دكشي اللي كي حسبي حتى أنا مرت من واحد المرحلة بحال هاكا حتى باد مسألة ديالكلب زعم شخصيا غايجي والدي قولي يا راني خايف من الكلب غادي نحسبي حتى أنا كرخاف من الكلب نرجع الامثلة اللي عطيت في الأول بحدة بمني جي قول لك راني عيان ما يمكن لك تقول له لا راك تفشش ولا كتبوحة تقول له يا كلابس فينا عندك الحريقة منينجا نستقبلهم نستقبلهم الكلب من اللي غوط الطفل على ود الكلب قول له ما لك خلعك هذا الكلب من اللي قربه ونبحدك شنو شنو قال لك من اللي قول لك راني طحت وتقصحت غادي كتبيين أنك راح تنتقل تقصحتي اي 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 ماشي نشفق فيه قاع ونمشي معه الشفقة زعمة ولا هدا ولا نمشي معه الشي حل أجي نشري لك هادي صافي غير سكت أجي نشري هلك صافي تهرست الكلام ما نتنشري لك وحدة آخرى لا ما نمشيش معه الحلوة ما بغيش الحل هو بغاك غير تسمعيله تسمعيله تكون معه فذك الإحساس يعني نقدر نمشي معه ونقول له دابا انت شنو يريحك دابا لايش محتاج فش يمكن لي نساعدك أنا أنا يمكننا الحل اللي غادي نعطيه ما يوال موش عاد نزيدنا الصبوع لدك الشي اللي هو تيشكي لي منه فعلا نقول له دابا انت لايش محتاج فش يمكن لي أنا نعاونك وراي قدار يقول لك لاوال وصافي ما بغيت وغيت وارف المهم أنا خسني نسمع له ونفهم له الإحساس الإحساس دياله على شبه عبر هنا هاد شي شمن المهارة اللي كان علمو إلى التعامل معها بحال هاك هاد نسو دابا الأهباء فنقولهم في نظركم شنية هاد المهارة اللي كان علم الوليدات هاد اللي كان تكلموا عليها هاد اللي كمبيتنس اللي سوسيو ايموسيوني هاد المهارات الاجتماعية والعاطفية اللي مهمين بزاف يتعلموهم الأطفال ديالنا دابا في هاد الحالة هادي شمن المهارة تنعلم الوليداتي كين جوج ديال المهارات تكين الاحترام يعني تنحتار من نفسي وتنحتار ما كنت في الأعزيز ديالك حي تنسمع لك وكينال أمباتي يعني راني حاس بك وفاهمك وحتى هو وغا دي ولي من اللي يتيشوف ماما ولا بابا كيحسوا به وكيسمعوله حتى وغا دي ولي يحس براسه ويحس بالخرين حتى هم وهدو بجوم نقاط مهمة اللي ذكرت يعني الاحترام وانا نحسون فهمو الآخر يعني را خاصية اللي هما إيجابيين مية في المية ولي غا ديعطيو لا في علاقات الأطفال يعني بالوالدين ديالهم لا في المدراسة كيفاش غيتعاملوا لا في المراحل العمرية اللي كيتطور منها الطفل باش نزيد نطور مازال مع الطفل هاد المسألة ديال الإحساس كيقدرنا نكون جايبة من دراسة ويعود لي على شي صاحبه ولا صاحبته راها الأستاذ قصح معها الهضرة ومعجبهاش الحال شني يا ولدي معجبهاش الحال فالنظارك انت باش حسات هذيك البنية اللي اللي تكلم معها الأستاذ ديال لها كك باش حسات هاد باش حسات باش حسيتي خصة تكون تولي عنا حضرة إذن غادي نمشي الكوتش أسماء نتعرفو التساؤلات ديال المستمعات والمستمعي الأوفية معنا المستمعة صفا أم علي وعالية من الرباط أنا أم الطفلين عالية سبع سنين وعالية خمس سنين عندي الولد تيبكي بزيف كسر من البنت على أي حاجو بكل سهولة الدموع تيخرجو وبابا ديما يقول لي ما الكاتب كي بحل البنت الولاد ما تيبكي وش بغيت نعرف واش عادي ولا لا أعطي سنين مثال بهذا بصح هاد هاد ما زال الولاد ما تيبكي وش بغيت نحن الولاد تيبكي وبحالهم بحال اللي بنات وإلى عبر أعالي على الأحاسيس ديال اللي هما الألم ولا الغضب في داك الساعة هذي كي أحسن حاجة درها في داك الساعة علاش حيث من اللي كان كونه صغار مثلا عارفو ش نعبره على المشاعر ديالنا بالكلمات ولا نلقي خطاب على المشاعر ديالي ما كيمكنش لدرها اللي الصغار يتعاملوا بهذا الطريقة نونك تيبكي ولا تيتحكوا ولا تيتحكوا نونك في هاد الحالة ديال العالي تيبكي وإلى ما بكاش غادي يقدر يخنق فيه هذي الحزن ولا الغضب ويقدر يتحول إلى عنف من بعد إلى ما بكاش هذيك الأحضار هيمكن يبدأ يضرب شحاجة لأنه بحالك نخليش مثلا نعطيش الفرصة باش يخرجهم نونك تيخنقهم تيخنقهم هل واحد القمع إلا بولا نقوله اكزاكتو ماوتي واللي غير ساد علي غير في العنف يقدر يفقد الاتصال مع المشاعر ديالو ولا مع الاحتياجات ديالو لأن البوكاء في سياق الحزن يخلق لنا واحد تنظيم داتي عاطفي نسمي وإحنا يحنا لسيستم دوتو ريجولاشون اموسيوني راه لازم نبكي باش نخرجو شي شوية وباش نقدو ووحد تيرتاح هاد شي لكي هنا كأمو لكأب بخصني نمشي نقلب علشنا هي الرسالة لمجهلنا شنو والسبب البوكاء ديال عالي راه يمكن لي ما نكونش عارفة السبب ديالو لش كي بكي وغيت نقول لوسكوز بارك من البكاء حسنا نلمسو هاد الاحاسيس خصة تلمس لمن احنا اباء ولا من الاطفال كيف تيقول لك ممكن نخرجو من واحد الموضح اللي مدخل نالوش ممكن نخرج من هاد البكاء وهاد العصبية وهذا لما قصوش وما لمستوش لازم نحس بهجلاك وننسق بلو وعادي كساعة نشوف كيف يمكلي وعلا لدي صغير عنده 11 سنة حشومي بزاف ما انه لا انا ولا ماما ولا اخوت فينا هاد الخصلة كنضحكوه كنهضرو بحل كبار بحل صغر مكنش انت صغير سكوت كل واحد كان حاولو نزولو منو الحشمة الا ولدنا صغير رتيكون عارف الحاجة وتيحشم وتيقولها قدم ضيف مت قدم ضيف كيبقى ساكت متيعبرش على المشاعر واش فرحان واش مقلق يعني عنده نفس الاحساس تخونكيل هنا في هاد السؤال لسناء كي تبين الياجوش ديال النقط كان النقطة الاولى بانه حشومي والنقطة التانية بانه متيعبرش على الاحاسيس دياله هنا بالنسبة الحشومي نحن نحترمو الخصوصيات ديال كل طفل ولكن إلا إلا كنت كتشكلهم واحد المشكل في علاقتهم مع عائلتهم ولا علاقتهم مع الأصدقاء ولا مع الأستيدة ولا في قرائتهم هنا ملي كي يكون تتشكل هاد الحشوم ما كتشكل واحد المشكل كيمكن ننتاجه نمشي ومعه ندير ولي شي طبح المسراح ولا رياضة جماعية ولي وطقهم في السكتار كتعدوا حد الجراء تتخلط مع الناس تنحاول نخلق لي واحد فرص نخلق لي واحد الفرص باش يتجمع مع الناس أنا قلت بحل هدا وليد هدا اللي كانت كنمو عليه يمكن الكورة تتخلط مع الوليد ومشي نشوف معه شنه رياضة الجماعية اللي يرتاح فيها يا رياضة كيف قلت يا مسراح ولا نعطي فرصة باش يتلقى مع وليدة تقدو ولو إلا عندك شي صحابك ولا هدا عرض عليهم تلقى بهم جي للدار دونك هدي من ناحية الحشومة من ناحية ثانية ما كيعبرش على الأحاسيس دياله ما غاديش يمكن لك تفرض عليها تقول لي وش فرح اللي غي عبر ممكن شانا اللي تنطلب من هاد الأب هو يبدأ يخرج مع الطفل دياله يخصص له وحد الوقت كالي تكون كاتو ماشي يتعبر بسهولة على المشاعر دياله يتقرب من الطفل دياله يبدأ يخرج هووية يتمش هووية يقلس معه فقه هو هو ويا يديه معاه يشارك وف يخليه يعني هاد الخرج ماشي باش يدير له الخيط عب ولا يقول لك مك تتعبر لا لا نهائيا يعني هاد الخرج عادي نخرج معاه باش نسمع له باش نتعرف على ولدي حيث ما تنتعرف وش بزاف على ولده كيف ما ذكرت كوتش أسمن تأشرت واحد نقطة مهمة بنسبة لهد الحالة على أساس أنه يخرج ولده بوحده لأنه بعد النبي يكون تبارك الله تجوج ثلاثة دي الوليد كان خرج جماعية فقدر يكون فرحانين مجموعين ولكن ما كان عرفوش شنو كل واحد شنو عنده يعني مع أمني كان مجموعين ميملك يكون محدة بها كاشي صعوبة مزيان أنه مثلا الأم والأبي يخرج ولده غير هو بوحده رأس في رأس باش يتعرف عليه كتار كيف ما قلت ويعرف شنو بغير يعبر عندك 100% صحيح هذا ستنوتي ديال التربية الإيجابية سميتو للتندي ديال هذا كي خصنا ندى ونخرج ولداتنا رأس في الراس يالأب مع الطفل ولا الأم مع الطفل خصنا نبرمجوها خصت تكون عنا كين خرجات عائلية وكين خرجات فردية أنا مع ولدي وأنا مع بنتي باش نسمع له ماشي باش نحط السلطة نطبق شي سلطة ولا نعطيه شي موعدة يعني ماشي وقتها عندها وقتها ولكن هذي باش نتعرف أنا على الطفل ديالي ونسمع له نحط له غير سؤال كيف تدوز الأمور في المدرسة كيف يرفز صحابك تكلم لي على صحابك شنو كتبغي شنو كيهمك في الحياة شنو هما السفرات اللي تبغي تمشي ليه ربيدات كان جمو الحل انو يضرع لرأس هم حد كان هتم موليهم وبوحد اه يعني الهتمام كله للطفل